مشهد العوض عندما تترك المعصية خوفاً من الله وطلباً لرضاه ورعايةً لإيمانك وطلباً للفوز برضى ربك سبحانه وتعالى هذا الترك الذي هو جزء من إيمانك كم سيعوّضك الله عليه من لذة القلب وهناءته وسعادته وقرة العين والبركة في الحياة إلى غير ذلك من أنواع الخيرات ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه فإذا حدثت النفس صاحبها بأن يرتكب المعصية ذكر نفسه بترك هذا الذي تدعوه إليه نفسه طلباً للعوض من خيرات الدنيا والآخرة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن الذي ترك المعصية خوفاً من ربه ورجاءاً لثوابه وأملاً بالفوز بموعوده جل في علاه والترك للمعصية هو نفسه طاعة وقربة لله وجزء من إيمانك الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى قد دلت عليه دلائل وشواهد منها حديث أبي هريرة المتقدم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ترجمة نانسي قنقر